حديثك ترجعي كده ليونيو 2018 في حديث سيادة الرئيس لما قال إن الفترة الرئاسية بتاعته هتكون أولوياتها الصحة التعليم الإصلاح الإداري الصقف فعاوز أقول لحديثك إحنا إن شاء الله بإذن الله أي مساحة متوفرة معانا في الموازنة العامة للدولة أنا بقول لحضرتك كل ما تنضبط الموازنة هنلاقي إن عندنا مساحة نقدر نروح تاني للأطباء أو لعضايا المهنة الطبية ونقدر نروح تاني للمعلمين ومش دي مش الخطوة الأخيرة سواء لعضايا المهنة الطبية ولا المعلمين دي مش الخطوة الأخيرة هذه ليست الخطوة الأخيرة أبدا أبدا أنا قلتها هو إحنا عندنا ألف ميل وإحنا دلوقتي مشينا في خطوات وهنمشي فيه وهنكمل فيه لأنه إحنا مؤمنين مع الإصلاح اللي بنعمله ده كله في البلد هذا الإصلاح استدامته بالإنسان المصري استدامته بالصحة بتاعته استدامته بالتعليم اشتركوا في القناة